اشتركوا في القناة وعلاقة مدهشة بين الطاقة والمادة والضوء مكتشفها هو الشاب ألبرت أينشتاين إنها أشهر معادلة في العالم الطاقة تساوي الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء مع أن معظمنا سمع بفكرة أينشتاين الكبيرة فإن قليلين منا يعرفون معناها في الحقيقة معادلة الطاقة تساوي الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء بلغة الأهمية لدرجة أن أينشتاين نفسه ما كان واثقا من صحتها كنت من قبل أن أشهر معناً لنسبة مكتشفها نحن 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 ما هي؟ نحن نحن نتحدث لقد حدث شيئًا؟ لا ماذا؟ أشترك العظيم من العظيم من المنظر في العمل وظيفة العظيم وبدأت في حدث عن مجرد وكيف تحديد أنت من المساعدة أستطيع أن أخبرها؟ بالطبع أنت بأسكرة ولكن أولاً لدينا وفتح وفتح أعتقد أن الناس يحبوني لم تكن أي قوى تسخر من أينشتاين لقد استحوذت عليه رؤية مذهلة عمل خاض فيه العديدون قبله علماء كافحوا وعلماء ماتوا للتوصل إلى بعض أجزاء المعادلة إن حكاية المعادلة بدأت قبل أينشتاين بمدة طويلة مع ظهور حرف طاء كرمز للطاقة في بدايات القرن التاسع عشر لم يكن العلماء ينظرون إلى المسائل من خلال الطاقة كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها قوى منفصلة قوى منفصلة إحداها عن الأخرى وغير مترابطة قوة الريح قوة إغلاق الباب قرقعة البرق فكرة أن يكون هناك نوع من الطاقة الرابطة بين القوى لم تكن قد اكتشفت بعد جهد شخص واحد سيؤدي إلى تغيير فهمنا لهذا السر الغامض في الطبيعة قوة إغلاق الباب قد اكتشفت بعد مستمع بسرطة من الزرق السرق لكن مجرد رائع فقط مجرد علم شاهد مجرد كل يوم الذي ذهبه خاصته بها يساعد عدد أشياء فهل مستمع ومسنجت عالي وفيته وحزن منه ومسنمتع كهي كان يكبر مجرد إلى المنزل العالم من الانتراج أثار فردي إعجاب أحد زبائن سيده وكوفئ ببطاقة غيرت مجرى حياته In the early 1800s, science was the pursuit of gentlemen, something Faraday was clearly not. He had a rudimentary education. He'd read widely. He'd gone to public lectures. But in 1812 he was given tickets to hear Sir Humphrey Davy, the most prominent chemist of the age. كان علماء القرن التاسع عشر نجوم عصرهم كانت محاضراتهم ذائعة الصيث ومن الصعب الحصول على بطاقة دخول لحضور إحداها كان ديفي منتشيا بمكانته وكان متابعا دقيقا لآخر مكتشفات أكسيد النيتروجين أو الغاز المثير للضحك كان يقول إن فيه كل خواص الكحول من دون آثاره السلبية ديفي وزرعات دقيقا لحضور إزالي أنت مستقبرا لعبالي ديفي وزرعات ستترى البسيط يتعرض للمشيء ومن المثير للقناة ديفي كانوا مجموعة أبداً ولكن من يكون لحظة مكتشفة ها هو مكتشفة ما هو مكتشفة 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 لم يكن فارادي من النبلاء لكنه ما كان ليسمح للحواجز الطبقية أن تقف دون تحقيق طموحته العلمية عمل ليل نهار ليجعل ملاحظات المحاضرات بين دفتي كتاب من أجل بطله الجديد سيدنا فقط من تظهي بجدد مجرد أفضل البطل من منxiقه سيدنا فقط من مجرد من خطرنا كنت صلحت بيضاء وجود لديك أتاك إنترى سيدنا فارادي اشتركوا في القناة على الرغم من هذه الانتكاسة المذلة قرر فاردي التخلص من الكتح اليومية وتكلل سعيه بالنجاح اشتركوا في القناة اصبح فاردي مساعدا مخبريا يغضم بشغف كل معلومة يتلقفها من ديفي لكن مع مرور الزمن استطاع التلميذ ان يتفوق على استاذه الكهرباء كانت صرعة تلك الايام لقد تم اختراع البطارية واجريت كل انواع التجارب لكن احدا لم يكن يدرك معنى القوة الكهربائية كانت تلك اول مرة يشاهد الباحثون وكان فيها تأثير الكهرباء في المغناطيس اول لمحة لقوتين كان يعتقد انهما منفصلتان وتبين انهما متحدتان بطريقة لا تفسير لها ترجمة نانسي قد تشاهد البحثون ومعنا نتعرض لها احسابه لنسي قنقر على المغناطيس